السلام عليكم ورحمة الله معكم سمية حلويات سعيدة باللقائكم اليوم ان شاء الله سنقترح عليكم غريبة دوازاتي سوف نصوبها بالفل السوداني والسمسم او الزنجلان على شما بالمرشم كتجي اكثر من رائعة في المنظر كتشاهي اما المضاق منقوش لكم يا سلام كتجي لديدة بزاق بمضاق الغريبة البهلة قد ينزينوها بواحد تاليكا اللي كتجي بحل نوغا كتجي خاطرية بالناس اكيد الى جربتوها قد يتعجبكم الى كانت كتعجبكم البهلة قد تعجبكم هاد الغريبة كتدف الفم كتجي شيشة بزا على فكرة البنات انا سوف تغير بالمقادر اللي شيطر ليفضة جلبتها وعجباتني قلت هذه ضروري خاصة نشاركة مع المتتبعين ومتتبعات اديوني ان شاء الله غادي تعجبكم وغادي نعطيكم نصائح باش نجح معكم ان شاء الله ما غاديش نطول عليكم غادي نخليكم مع المقادر وطريقة تحضر وورجة ممتعة ها نحتاجوا ماتين وخمسين جرام ديل الزبدة كاس عنبا مع مرش ديل السكار سنيدة ماتين جرام ديل فول سوداني محمرة ستين جرام ديل السمس مع وجنجرة محمرة جو سفر البيض وبيضة كاملة غادي نحتاجوا كاس مع مرش ديل الزيت اللي هي النباتية قبصة ديلة الملح وغادي نحتاجوا اللافاغين تبقى على حسب الخاليط غادي نعطيكم المقادر اللي هي مضبوطة ما يلقى صغيرة ديل الخميرة الكيموية وعدنا السكر الفاني باش غادي ننكو لغريبة ديالنا بسم الله وعلى بركة الله كننا اخذ قصرية غادي نوضع فيها ماتين وخمسين جرام ديل زبدة كتكون من درجة الحرارة ديل مطبخة كاس عنبا مع مرش ديل السكر السنيدة بالنسبة للناس اللي لمعدمش كاس عنبا مية وخمس وعشرين جرام ديل السكر السنيدة قبصة ديلة الملح وغادي نخدم الزبدة مع السكر السنيدة حتى نحصلوا على كريمة على فكرة البنات أنا ناقص السكر على شربنات الغريبة ديتنا غادي نفندوها في السكر من بعد غادي نزينوها بدك التعليك اللي صعوبنا بالفواكه اللي كتكون جافة هي حلوة غا نجمعها بالعسل الحلوة صراحة جت هائلة يعني كنحاول نعطيكم مصائح مهمين كيف معوتكم باش تنجح معكم الغريبة ديتكم هذا هو الشكل اللي كنحصلوا لي غادي نضيف ميو 15 ميليليليتر ديل زيت بالنسبة للناس اللي ما عندهمش كاس عنبا ما يعادل كاس عنبا ما عامرش طفيه وغادي نخدم مزيان تكن حصلوا على كريمة وليك الزبدة ما كتبقاش عندنا دكتريفة يعني تنخدموها مزيان كيف ما تنخدمو اه سابلي من بعد البنات غادي نضيفوا اه بيضاء اللي كتكون هي كاملة وغادي نخلط غادي نضيف جوز صفا عندي البيض وانا دائما حتى كنخلط ضروري ما كنخدمو باش ميبقوش عندنا دكتريفة المقصود الزبدة كنحس بها دابت من زيان دائما لنجاح لغريبة وجميع الحلويات ضروري ما كنخدمو الزبدة مع السكر سندة بالنسبة للنكهة البنات انا غادي نكاه بالفاني انتوما تختاروا النكهة كتبقى على حسب الضوق النكهة اللي ابغيتوها البنات غادي نضيف ستين جرام ديال الزنجلين او السمسم محمر اه كي يعطي واحد نكهة خطيرة يا البنات كتجيها الى غادي نضيف ميتين جرام ديال الكوكا محمر سافي وغادي نجمع مزيان حتى كيندمو ليا العناصر اه طالع منها واحد دلائي حشان نقول لكم البنات بحاجة شكل تسلو وغريبة البهلة وخلاص يعني اكيد الا جربتوها البنات غادي تعجبكم وفي الاخير غادي نضيف معي القاة صغيرة معها مراش ديال الخميرة ما تكترش الخميرة علشال البنات احنا غادي نرشموا الغريبة ديالتنا بالمرشم وغاش تبقى محافظة لنا على الشكل ديالها الى اكترتو الخميرة غادي اتضعف للحجم ديالها مغايبقاش فيها المنظر اللي هو شميل في هاد اللحظة غادي نضيف لفاغين تدريجيا انا عبرى 700 جرام ديالتخيقة البنات وكيف ما قلت لكم نضيتكم مقادة اللي هي مضبوطة الزتلية 650 جرام ديال لفاغين كتبقى على حجم حجم عفوا البيض والنوعية ديال لفاغين دائما كتاخدوا بهاد العبرة هادي كيف ما قد نقولو عيننا ميزاننا ما نديروش دقيق دقة واحدة سفي انا غادي نجمع العجين ديالي العجينة ما خاصةش تكون هادي نقاسها خاصة تكون مرخوفة لبنات باش منترشموها ما تشققش لكم هادي نصيحة تانية سفي وتكون هدا هو القوام ديال العجينة اللي خاصنا نحصل عليه انا غادي نوجد المرشم ديالي اللاطا وانتم معايا هدا هو المرشموها ما سنستعمل كيكون على هاد الشكل سقدو استعملو اي مرشم بريتيو وغادي نحتاجو للسانيدا من بعد البنات كنشكلو كوريات من فئة احتاجو الساندة الي كتكون هي رقيقة لبنات كتش تاخذوا جميل كورا ديال العجينة وكتش تخذو لغاية الواحد في السكر السانيدا كو ملتح لكم الصورة الوجه الذي سوف نرشمه سوف نأخذ المرشمة تستعمل أي مرشمة البنات سوف نحاول نضغط عليها قليلا ومن نوسعها سوف نحصل عليها تشكل شوفوا معيك يأتي من ما شاء الله ولا أرواح يعني الطريقة سهلة تستعمل أي مرشمة تكون البنات سوف نعود معكم في محلقة سهلة تأخذوا كورة من فئة 20-19 قرم سوف نضغط علي الوجه في شكار ثانيدة سوف نضغط عليها قليلا ونرشم لكم سوف نأخذ المرشم سوف نحاول نضغط عليها في الوسط سوف نضغط عليك متوسعوا بسعف حتى نحصله على هذا الشكل ودأ نضغط عليها ودأنا نستعمل نضغط عليها حتى نكمل العجن التي لديها كاملة البنات سوف نبركم طريقة أنا المعتمدة لدي cld ونشرق القرى من بعد نشرق من بعد تنفر من فئة صادفة سوف نبرم سوف نرشم لكم وميجيكم مش الفيديو الطويل سفي على هات شكل تكت حصلوا على حلوة كيجي فرمندل جميل سفي انا غدي مقاب حلوك تنكمل العاجل اللي عندي كامل ان شاء الله غنكون ان شاء الله الى ميتين دراجة مجرد ما يسخون غن ندخل الحلوة دي ونقص النامية وثمانين انا غنطيب الفرن دير طو احتا كتبين على خطر خطرة وخرجوها تشوفوا معنا كيفاش كتجي ما شاء الله وهنا ان شاء الله غادي اندوزوا المرحلة ديال التزيين من بعد ما طابت لنا الغريبة ديتنا اللهم بارك جيت واخذينا واحد اللي تكون هو دهبي ومحافظين على الشكل دياله علاش ما كنكتروش الخميرة اللي بنات هاد الشكل هاد ان شاء الله غادي نوريكم المرشم ديرو في نهاية ديال الفيديو وهاد الشكل الاول هو اللي اشاركت معكم ان شاء الله وغادي اندوزوا باش نزينوه وغنعطيكم الوصفة اللي استعملت واحد تعليقه كتجيب حل نوغا ما فيهاش الزبدة يعني اخذي تغير الكوكو مقشر حمرته طحنته اوله هارمش ترقيق مع الفواكيه المعسالة وكميه من زنجلان اللي بيته هو حمرته وجمعتهم بالعسل اللي كتكون هي نوعية جيدة ماشي القليكوز ولكن العسل نوعية جيدة كنديروهم فوق النار حتى يغلوك نخليوهم حتى كتبرد تماما نخليوها تكتشكلها دياله ما شاء الله سوف يكون هادو الشكل نوغا ديالنا كتجي هائلة بحل نوغا ديال بالناس اللي كنشلو من على برا صدقوني غا تبقوا تصاوبوا فيها وكتاكلوا فيها كتجي لديدة بالزاب سوف ينخذ واحد الكميه وغادي نشكل واحد الكوريه صغيرة باش غادي نوضعها في الوسط ديال الغريبة غا نستعنو بالعسل اللي كتكون هي نوعية جيدة ما غاديش نكترو نخذ واحد كميه ليه قليلة جيدة لغاية السقلية الكوريه ديالتي كيف ما نمضح لكم الصورة على هاد الشكل ومن بعد غادي نخذ ديالك الكوريه ونحاولو نتبتوها مزيان باش مكتحش لينيال بالناس وتيكون الشكل ديالها جميل كيجي اكتر من رائع في المنظر يعني غريبة بسيطة اقتصادية وكان حاولو نزينوها وتيكون هذا هو الشكل ديالها كيجي ولا ارواع صفي انا غادي نكمل بحلوكا حتى كنكمل جميع نكمل جميع الحلويات اللي باقينا عندي ان شاء الله وغادي تشوفها معي ان شاء الله في طبق التقديم نتمنى يكون الاقتراح دياليوم اعجبكم هالبنات وكيكون هدا هو الشكل النهائي ديال الغريبة من بعد ما كمت لها التزين الله ومبارك جهة رائعة في المنظر اما المضاق ما نقول لكم يا لبنات كتجي لديدة بزاك غانق نشكر لكم فيها ولكن صدقوني كتجي بهاد الغريبة للبهلة ايلا كانت كتعجبكم من الغريبة للبهلة غدي تعجبكم هاد الغريبة ديالها الفول السوداني وسمسم كتجي ما شاء الله في المنظر ولا ارواح كتجي لديدة كتضب لنا في الفوم كتجي شيشة بزاف وكيف مواعدكم هاد المرشم هو ليصوت به الشكل التاني كيجي ولا ارواح كيجي رائع في المنظر يا لبنات ما تكتروش غير الخميرة شوفوا ما شاء الله كيفاش كتجي منظر ديالها كتجي جميلة بزاف يعني غريبة بسيطة ارشمناها بالمرشم اعطيناها واحد المنظر اللي هو جميل ولدارها كيف ما قلت لكم كتجي لديدة بزاف المقادر اللي كانوا موجودين اعطيكم بضاء شاركتهم معكم نتمنى الاقتراح دياليوم يعجبكم كيفما تنقل دائما يدب الناس ما تبخلوش عليها بتشجيع ديالكم تشتركوا في القناة وفعلوا الجرس بس توصلوا بكل ما هو جديد ان شاء الله وانا بدوري تنقدمها لكم بصحة ورحة وتنقل لكم الى اللقاء مع وصفة اخرى خليتكم في امان الله السلام عليكم الى اللقاء اشتركوا في القناة